مصدر في نادي الزمالك قال لنا في رقم 10 ان لسه المفاوضات بين ادارة نادي الزمالك وفريق طلاع الجيش مستمرة للتعاقد مع عمر السيسي لاعب وسط الفريق المصدر قال ان ادارة طلاع الجيش طلبت 20 مليون جنيه الموافق على رحيل اللاعب وان الزمالك بيحاول يقلل المبلغ ل10 مليون او 12 مليون جنيه وعمر السيسي من اللاعب اللي عملت موسم حلوة قوي وممايز جدا الموسم الماضي